المدرب الأسباني الكبير بيب جوارديولا يفجرها ويصدم أسبانيا وإعلام أسبانيا ويؤكد بيب جوارديولا لمين يمال اختار القرار الصحيح بتمثيل المغرب ورفض ضغوطات وإغراءات أسبانيا ولكن قبل الدخول في التفاصيل عزيز المتابع الجميل لو كنت من عشاك ومحبي النجوم المغربة والمنتخب المغربي أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصنق كل جددنا خلال الفترة القادمة أشاد اليوم بيب جوارديولا بقرار لمين يمال بتمثيل المنتخب المغربي حيث أكد بيب جوارديولا المدرب الأسباني الكبير أن لمين يمال موهبة كبيرة جدا من بين أفضل المواهب المتواجدة في الساحة العالمية في الوقت الحالي وسيمثل إضافة عظيمة جدا 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 للمنتخب المغربي خلال الفترة القادمة كما أكد بيب جوارديولا أن مشروع المنتخب المغربي أفضل بكثير من مشروع المنتخب الأسباني حيث أن المنتخب المغربي حاليا من بين أفضل منتخبات العالم بينما المنتخب الأسباني بداخله تخبط كبير جدا ولا أحد يعرف رؤية ما سيصل إلي المنتخب الأسباني خلال الفترة القادمة في نهاية الأمر بيب جوارديولا أكد أن المنتخب المغربي قادم بقوة نحو المنافسة على نسخة كأس العالم عشرين ستة وعشرين بأمريكا وكندا والمكسيك وأشاد بيب جوارديولا بخط هجوم المنتخب المغربي مع تواجد لمين يمال زياش النصيري وأيضا سوفيان بوفال بعد عودته من الإصابة جوارديولا قال كلمة عظيمة جدا المغرب تمتلك ترسانة هجومية قاتلة لا يستطيع أي دفاع مهما كان صلابته إيقاف هذه الترسانة لمين يمال زياش النصيري بوفال الزلزولي وغرهم وغرهم ترجمة نانسي قنقر